السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة نوال الاعتابي مستشارة نفسية واجتماعية وكاتبة متخصصة في تقديم الاستشارات النفسية والتثقيف والتوعية النفسية في البداية حب أشكر أسرة جمعية إشراق على دعوتهم لهذا اللقاء التوعوي التثقيفي الذي يدل على حس المسؤولية العالي لديهم المسؤولية الاجتماعية عالية جدا لديهم أيضا مساهمتهم في هذا الوضع اللي الآن نمر فيه أشكر لهم هذه الخطوة وأباركها لهم وبإذن الله الله ينفع إن شاء الله ويبارك في كل ما نقولها الآن إحنا زي ما إحنا عارفين إنه الآن كلنا كلنا نمر بأزمة يعني العالم الكرة الأرضية كلها تمر الآن بأزمة كبيرة جدا جانحة وباء ما أستثنى أحد لا أستثنى لا جنسية لا دين لا عرق ولا كل شيء يعني كل مكان في العالم شبله هذا الوباء التوعية والتثقيف جدا مهم على جميع الأصعدة سواء كانت صحية اقتصادية نفسية على جميع الأصعدة مهم موضوع التثقيف والتوعية اللي إحنا نقوم فيه الآن هو التوعية النفسية يعني هذا دورنا كل إنسان كل مواطن موجود في هذا البلد عليه واجب إنه يساهم بأي شيء يقدر عليه كل إنسان بيتخصصه إحنا كخصائيين نفسيين هذا دورنا إننا نقوم الآن بعملية بدورنا التوعوي التثقيفي للجمهور من ثلاث شهور مرى العالم كله بأزمة اللي هي أزمة فيروس كورونا جلت الجميع كنا نسمع عنها وهي بعيدة عننا ونشوف مأساة الأصدقاء في الصين الآن صار الوضع عندنا صار الوضع عندنا يمكن من شهر تقريبا من شهر بدأ الوضع عندنا يأخذ المحمل الجدي هو عالميا من ثلاث شهور لكن من شهر بدأنا إحنا كمجتمع بدأنا في التوعية بدأنا أنه في أماكن ما نروح لها في أماكن ما نسافر لها أن الناس المتواجدين في هذه الدول يأخذون حذرهم أو يرجعون للوطن كانت الإجرات الاحترازية بدأت بسيطة يعني بدأت كتوعية بشكل عام لحد الموضوع ما صار مرة قريب منا فصار وصل إلى الخليج العربي لما وصل الخليج العربي هنا الوضع تغير فأخذت المملكة إجراءات صارمة جدا جدا بدأت في البداية أول ما بدأت تعليق الدراسة هذا الإجراء هو اللي هز المجتمع يعني هنا نحسين أنه الآن الوضع بدأ ياخذ محمل جدي بدأت بتعليق الدراسة بعدين بتعليق العمرة أيضا المساجد العمل بدأ تدريجيا يكون عن بعد قطاع وراء قطاع الطيران الداخلي والخارجي أقفل السفر منع الأسواق والأماكن الترفية أقفلت إلى وصلنا إلى مرحلة العزل اللي هو العزل المنزلي وحضر التجول هنا بدأ التأثير يزيد لدى التأثير النفسي كمجتمع إحنا مجتمع عربي متعودين على العلاقات والاجتماعات وصلة الرحم لما بدأ معانا هذا الشيء بدأ الأمر أنه لا ما تخالط ما تسلب ما في صلاة جمعة ما في صلاة جماعة لازم تعقم يدينا لازم أنه ما في مناسبات اجتماعية ما في أعراس ما في هنا بدأ الوضع أنه كيف طب إحنا نشأنا وتعودنا طول عمرنا أنه إحنا عايشين بسيستم معين الآن جا شيء إجباري إجباري أنه غير كل المعتقدات والأفكار اللي عندنا فهنا الكل كان أنا أعتبرها من وجهة نظر أنه كلنا كنا في مرحلة صدمة يعني في أشياء تعودت عليها أنت من يوم أن ولد الآن ومسلمة وأساسية ما قاعدة تصير فهنا الجميع كان في مرحلة صدمة هذا على مستوى المجتمع في كثير علاقات اجتماعية تباعدت هم طبعا كانوا يقولوننا التباعد الاجتماعي مصطرح التباعد الاجتماعي بعدين رجعوا في كلامهم قالوا لا أنه مو تباعد اجتماعي هو تباعد جسدي يعني تباعد في زياعي أنت تكون بيني وبينك مسافة متر ما نتخالط لكنه اجتماعيا وكعلاقات إحنا بيننا وبين بعض يعني فيه علاقة إحنا مستمرين مع بعض إحنا نتواصل نسأل عن بعض فمصطلح تباعد اجتماعي كان له تأثير أنه كيف يعني البعض أنا شفت يعني مقاطع فيه ناس كانوا راجعين من السفر ما قدروا يروحوا لأهلهم على طول ما قدروا شفوا أولادهم على طول دخلوا العزل عشان يتأكدون من خلوهم من المرض طبعا هذا تأثيره على المجتمع طيب كيف إحنا كنا نروح للمدرسة الآن كيف تعليم مع بعض في ناس ما كانوا مهيئين لهذا الموضوع في ناس ما كان عندهم يعني خبرة بهذا الموضوع كأهالي أو كطلاب كيف الأطفال أو الأبناء كانوا يروحون للمدرسة الآن صار الوضع أنه في البيت يدرسون كيف طيب ما حنا متعودين الناس كانت تداون في أماكنها الخارجية الآن أنا أداون في بيتي أنا اجتماعاتي من بيتي طيب كيف هذا الشيء يصير طيب الصلاة كانوا يصلون جماعة كانوا يصلون جمعة الآن ما في صلاة الصلاة في البيت طيب إشه اللي قاعد يصير يعني صدمة على مستوى الفكر على مستوى المعتقد إنه شلي صير إش اللي صير يعني إش اللي قاعد يصير ما أحد مستوعب الأثر كان على الجميع يعني هو اللي يهون عليك إنه كل الكرة الأرضية متأثرة كلنا متأثرين ما في أحد يعني أوكي جماعة إحنا فإنه شوي يهون عليك إنه الكل يعني لما أسمحهم يتحدثون إنه عن الخسارة الاقتصادية أو الاقتصادية نزلت طيب الكل في هذه الأزمة خسر الكل والحمد الله الحمد الله إحنا في بلد يعني حمد الله حمد الله حمد الله إنها قدرت إنها الموضوع يكون أثر ما يكون على المواطن يعني في أثر سلبي على المواطن من ناحية الاقتصادية لكن الكل تعطر الكل خسر الكل توقفت أشياء كثيرة توقفت مصالح ليه؟ لأنه القيمة الأولى لدى الإنسان وأهم شيء لهو الصحة هنا تأثر هذا بللنا إنه إحنا نركز أو نرجع صحتنا ونركز عليها مرة ثانية بالنسبة للأفراد أكثر أفراد تأثروا بناحية القلق الناس اللي عندهم قلق من أول فزاد مستوى القلق أو اللي كان عندهم وسواس أو اللي كان عندهم خوف هو الخوف طبيعي يعني كلنا نخاف إحنا لو ما خفنا ما يعني ما عقمنا يديننا ما غسلناها ما سمعنا الأوامر اللي صدرت يعني ما مشينا على نفس الإجراءات الاحترازية لأنه إحنا خايفين عن نفسنا فالخوف طبيعي لكن لما يزيد الخوف ويصير خوف مرضي هنا لا هنا في مشكلة هنا في إنه أنا دائما أقول إنه هو مثير اللي صار الآن هو طبيعي يعني إنه طبيعي ننقلق طبيعي إنه نخاف في المعدل الطبيعي لكن لما الواحد يزيد يزيد جدا عن حده فهذا معناته إنه الخوف اللي صار أثار مخاوف عندك عميقة مخاوف الماضي فهذا استثارها فطلعت فالآن فرصة إنه الناس اللي يحسن عندهم هذا شيء على الجونة القلق المبالغ فيه القلق يعني أنت لما تشوف إنه الكل مو أنت الوحدك الكل قاعد نعيش هالأزمة طيب إيش المطلوب مني أنا الإجراءات المطلوبة أسويها التعليمات الصحية أنا أسويها أتقيد بالأنظمة والتعليمات وكل شيء يحافظ على نفسي أو يحافظ علي أنه أنا ما أكون في بيئة مخالطة أو بيئة خطرة أنا ألتزم في جميع الإجراءات وقبل هذا كله إحنا مسلمين فإحنا عندنا اتكال على الله أنه كل أمور بني آدم خير لن يصيبنا إلا ما كتب الله ولنا وما أصابك لن يخطئك فأنت لما تفكر في هذا أنه أوكي طيب في الله الحافظ خلاص أنا هنا يستقر قلبك أنا سويت اللي علي اتكلت على ربي طب ما لديه الخوف الزائد يعني ليه خاف بزيادة هنا لازم أنه ليه خاف بزيادة لما يكون الخوف الزيادة على اللزوم هنا يكون فيه علامة استفهام وزارة الصحة ما قصرت وأيضا في مراكز كثيرة كثيرة تطوعت أنها تخلي فيها أرقام مجانية الاستشارات النفسية في مستشارين وأخصائي النفسية في كل مكان قاعدين يقدمون ما يقصرون محاضرات توعوية تثقيفية الكل قاعد يتبرع أنه الآن اسألوا استشيروا اسألوا فأنا لما أحس أنه أنا وضعي مكان طبيعي أو أنه زيادة عندي القلق أو زيادة عندي الخوف بحيث أنه يعطني عن أداء مهام اليومية هنا لازم أنا ألجأ إلى أحد مختص أنه ممكن يساعدين أيضا إحنا يعني في ناس دائما يقولون إحنا ما عندنا وقت إحنا ما عندنا وقت الآن كل الوقت لك الآن أنت اللي متحكم في وقتك كل شي كان في نفسك تتوي أو يعني تبغى تتوي الآن فرصتك الوقت كله ملكك ممكن هواية قديمة مغارة قديمة حاب أطورها أو أتعلمها جديدة أنشطة منزلية حاب أمارسها أشياء أو قرارات أنا حاب أحسن مع نفسي يعني أنه مع نفسك أنت أنت بداخلك في ناس من كثر المشاغل الحياة ما كانوا نلاقين وقت يجدون مع نفسهم أو يرتبون في داخل نفسك يعني علاقتك الأولى مع ذاتك داخل ذاتك إيش الأفكار اللي عندك المعتقدات ملفات قديمة أنت ما قفلتها جواتك مخاوف قديمة أشياء ناس أنت حاب يعني أنه تسامحهم أو أنه حاب تصلح في داخلك من ناحيتهم مخاوف حاب تصلحها علاقتك مع ذاتك فهذه فرصة يعني أنا ما أحب أشد على الناس كثير لما أشوف أنه نستثمر وقت الفراغ نستثمر وقت أوكي نستثمر وقت الفراغ بس أنه إذا أنت حاس أنه ما تبغل تسوي شي أوكي طبيعي لا تسوي شي تأمل تدبر تفكر يعني نسوي أي شي ترفيهي لا تسوي ولا شي ممكن جسمك من المحتاج لفترة هذه أنه يرتاح وأنه يكون يعني يعني استراح له إحنا طول السنة شغالين حتى بالإجازات الواحد يسافر فالسفر أصلا حتى فيه مهام وفيه يعني تشيل هم وتشيل أشياء يعني ما هو ما هو مريح لجسدك الآن فكرين وجسليين أنت ارتاح يعني خذها أنه إجازة لك أكثر يعني أحس صعب حيكون عن الناس اللي عندهم أطفال الأطفال تعودوا على الحركة تعودوا على الطلعة والدخلة يعني عندهم نشاط زائد هنا ممكن الآن يعني ما شاء الله لكل القنوات مفتوحة يعني عندك اليوتيوب عندك تويتر عندك كل هذه الأشياء ممكن تخذين منها أنشطة تسويينها لهم أنشطة ترفيهية تتعلمين أشياء وتتقفين نفسك فيها طبعا إن شاء الله إن شاء الله أنه يعني إن شاء الله أني أفدتكم بهذه الأشياء هي يعني مجرد توصيات عامة لو يعني عندكم استفسار أو حاب تطوى يعني تفصيل أكثر أو تفصيل أكثر ممكن في حسابي على تويتر دكتور أنا والعتيبي حكون إن شاء الله يعني قد ما أقدر أني أرد على الجميع شاكرا لكم مرة ثانية شاكرا لجميع تشراق بفريق العمل ككل إن شاء الله يعني في ميزان حسناتهم هذه الأنشطة التطوعية بإذن الله نلقاكم على خير مرة ثانية شكرا للمشاهدة